منفذ عملية إطلاق النار في مدينة القدس يسلم نفسه للشرطة الإسرائيلية بعد عمليات بحث استمرت لساعات في محيط باب المغاربة والبلدة القديمة عملية أصيب خلالها ثمانية إسرائيليين بينهم حالتان توصف بالخطيرة رئيس الحكومة الانتقالية يائر لبيت قال إن السلطات تعزز من تواجدها في المدينة بشكل ملموس لمنى تكرار مثل هذه العمليات في تقييم للوضع أجريته مع وزير الأمن الداخلي ومفاتش الشرطة العام وقائد لواء شرطة القدس فإن الحديث يدور عن إرهابي عمل لوحده وهو من سكان المدينة ولديه سجل جنائي وهناك استنتاج واحد ينجم عن هذا الحادث ما فاده أن من يعتدي على مواطني إسرائيل لن يجد مكانا يمكنه الهرب إليه إطلاق النار هذا يكسر هدوءا نسبيا ساد مدينة القدس في الآونة الأخيرة رغم التوتر المستمر في الضفة الغربية وعمليات الاعتقال التي يجريها الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي حملة أمنية تقول أجهزة الأمن الإسرائيلية إنها تنفذها لإحباط عمليات على غرار تلك التي أدت إلى مقتل قرابة 20 إسرائيليا منذ مارس الماضي إنها عملية صعبة وقوات الأمن عملت وفقا للتقديرات وشارعت بنشاطات أمنية خلال ساعات الليل في القدس ما دفع في النهاية منفذ العملية لتسليم نفسه سنستمر في العمل وبحملاتنا الأمنية في كل مكان من أجل استعادة الهدوء الحكومة الإسرائيلية تقول إن العمليات التي تقوم بها أجهزة الأمن تحقق الهدوء وتعزز من قوة الردع الإسرائيلية لأسيما بعد الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة عملية إطلاق النار تثير ردود فعل إسرائيلية واسعة خصوصا وأنها أوخعت عديد الإصابات في مدينة القدس بعد أيام من انتهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة وفي خضمه حملات أمنية ينفذها الجيش في مختلف مدن الضفة الغربية محمد الصياد الحرة من مدينة القدس